وبعدين بين السجدتين نقول إيه بقى معليش يا سيدة أحمد العزور دي معليش تعبك أنا بين السجدتين واحد يقولك بنسكت لا يا حبيب ما تسكتش ده فيه ذكر واحد يقول اللهم اغفر لي كنت عند الدكتور بتاع الصدر بتاع أبويا الله يدل العمر ألا أنا بقول اللهم اغفر لي قلت له صح بس لو عايز تجمع خير الدنيا والآخرة هعلمك الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الخير الدنيا والآخرة اللي هو العلماء علهون بقى اسمع كده تقول إيه اللهم اغفر لي سبع أدعي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واسترني واجبرني وارزقني وعافني السبع أدعي دول احفاظهم سهلين وبعدين خد بالك اوعى الشطان بقى يخليك تسرق من صلاتك اسمع سيدنا عروة بن الزبير لما السرطان أكل رجل وعايزين يقطعوها قالوا له خد حاجة تغيب عقلك أو تسكرك قال لهم لا لا أغيب عقلي أبدا ولكن إذا كنت في التشاهد الأخير ففعلوا بي ما شئتم فإنني لا أشعر بحضرتي أحد لأنني أكون في حضرتي رب العالمين أطعوا رجلو في التشاهد الأخير ووضعوها في زيت يغلي كي يحبس الدم ما شعر بشيء ولم يصرق حتى أخشي عليه وبعدين لما جابوا له رجلو كده بعد ما فاء بص كده وأمقبلها وقال الحمد لله يشهد الله أني ما مشيت بك في حرام قط ويعلم الله كم كنت لله بالليل قائما عليك شفتوا عارفين الصلاة بقى كانت بتفرجهم أمهم إزاي عرفتوا ليه كان بيبكوا هما دخلين للصلاة عرفتوا هما كانوا ليه بيخشعوا تخشع جوارحهم لأنهم عرفوا أنهم بين يدي الملك الأعلى أنهم في حضرة الرب الأعلى فقبلهم الله وتقبل منهم ارفع معايا أقف الدراع وقول اللهم بحق من فردت عليه الصلاة في ليلة المعراش وفردتها علينا من بعده احجبنا عن ظلمة كل المعاصر وافتح لنا أبواب وأنوار الطاعات اللهم إنا عبيدك قد جئناك بذنوب كثيرا نرجو عفوك ومغفرتك فاجد علينا بعافيتك وبمغفرتك وبغفرانك اللهم إن عذابنا لا ينفعك وعفوك عنا لن يضرك فاجد اللهم علينا بما لا يضرك واحجب عنا ما لا ينفعك اللهم إن لنا أبناء في الثانوية العامة فكلهم نصيرا وأجر الخير على أيديهم وسهل لهم الصعب وحقق آمال آبائهم وأمهاتهم فيهم وحقق آمال بلادهم فيهم اللهم إن نفوسنا تحتاج لتقويم وقد فشنا فقومنا اللهم من عندك وأصلحنا من عندك ويسل لنا أمورنا اللهم إن لنا من ظلمنا واعتدى علينا فقل اللهم لنا نصيرا اللهم إن الأمل قد انقطع إلا منك والرجاء قد يئسنا منه إلا بك فقل رجاءنا وقل أملنا يا نعم المولى ويا نعم الرجاء ويا نعم الأمل أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم اللهم أقرئ رسول الله منا في يوم الجمعة السلام اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام احفظ بلادنا وأمن جندنا وأقرئ رسولنا من شعب مصر السلام ومن كل مسلم السلام وصدي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وأليهم والحمد لله رب العالمين